لازم أقوم تعظيم سلام لصاحب المكالمة دي أقوم عشان ما ورطكش أهو يا عم نجم مصري الكبير الكابتن مصطفى عبده اللي بيخصني بهذا السبق والانفراد مسأل فقول لي يا كابتن مصطفى يا مجل مصري عظيم يا عظيم مسأل خير على كل اللي عندك كابتن أشرف آسم وكابتن حمادة صدقي وكابتن أحمد سليمان وكابتن ضياء السيد حبيبي حتى كابتن مصطفى وحشنا 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 مبروك 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 أولا مبروك أن المباراة طيبة بالصورة الكويسة دي دي نمرة واحد وده يبين أن احنا مصر بلد كبيرة وبلد ليها سوك لها في كل شيء وأنا بقول عشان كده الرياضة بتأثر كتير جدا في عالم السياسة العالم كله النهاردة كان بتفرج على هذه المباراة أنا بقى يشوف احنا الحمد لله ربنا أكرم أكرم النادي الأهل وفوزنا بالمباراة أنا عاوز أقول لعيبت نادي الزمالك معلش هارد لك أنه خسرت المباراة لعيبت مباراة كبيرة لكن الكرة فيها مكسب مخصارة وإنما مباراة زي مباراة النهاردة دي خلت النادي الأهلي يلعب في ثلاث بطولات مرة واحدة اللي هي حيلعب في بطولة السوبر الإفريقية وبطولة كاس العالم الأندية والبطولة الكبيرة اللي هو كسب نادي الزمالك فأنا بقول طبعا مبروك للخطيب مبروك لمجلس الإدارة مبروك لجماهير النادي الأهل اللي هي اللعيب رقم واحد مبروك للعابين مبروك للمسلماني الرجل اللي هو شغال مخلص 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 والواحد النهاردة أنا مش قادر أقول لك أنا أول مرة في حياتي أحس بالإحساس ده وأنا أعب أفراج على الماتش أنا كممكن أحصل لي حاجة فالحمد لله رب العالمين عبد الناصر يعني بص كل اللي معايا يعني إخواتك الصغيرين كابتن وكابتن مصر وكابتن مصر وعايز أقول لك أنا أكلمتهم بارح قلتوا لك يا كابتن ممكن أحشف حاجة أحلى حاجة عملتها والله أهم ما بيتكلمش ولا بيطبع في الإعلام قلت له أديني وعد بس يا كابتن عاكن خطري بعد المطش الأهل إن شاء اللي طب قلت له بإذن الله الأهل يفوز عاكن أكلمك أنت بس ومش عايز أكثر من كده فطبعا الكابتن أيتكلم معك بس أنا أعيز أسألك كلمت الكابتن محمود الخطيب هنأت ولا نسا لا أنا بكلمه وسي تليفونه طبعا الله يكون فعونه الله يكون فعونه وربنا يكرمه والنهاردة بكى وهو بشترمه الكاس وهي طبعا حاجة كبيرة تقعب الفترة اللي فاتت فأتمنى يا رب إن شاء الله كده إن احنا نعيش في أفراح وإن القرى المصرية ترجع كما كانت وأحسن كمان إن شاء الله وإنت تنورنا بقى على الشاشة بقى عشانت وحشتنا يا بكباتن إزا جدوده والله وحشتنا يا بكباتن لا يخذيك يا حبيبي إنت اللي وحش إنت صنع النجوم بقى ومحشنا بيكلمه الملهم 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 ده أنا تلميزك يا كبت المصطفى جميل قاله قاله محمد صلاح إنت الملهم من ساعتها محدش عارف يكلمه يا كبت المصطفى هو العيب كان العيب جميل وشخصية جميلة ومدرب جميل وعضية الساعة لكل خير حمد صدق كمان من الناس اللي فرح في مصر تلت بطولات وارا بعض وعشرة في قاسم طبعا كان حبيبي في ستة وتمانين بطولة الصعبة دي يا كبت المصطفى ده أم حاجة ربنا خليك ربنا خليك ربنا خليك أنا برنامج ان شاء الله يعني أنا برتب له بقى أنا بستني بصراحة يعني لو كسبنا قلت بقى يعني عاوز اطلع عشان ما بقاش وش وحش على النادل ربنا يا كريم في اي وقت بقى كده ان شاء الله هتحدد كده لان انا جاهز بي يعني الحمد لله ان شاء الله واحنا جاهزين يا كابت واحنا جاهزين كلنا يا كابت المصطفى اطلع بقى بحلقة الخطيب بقى بعد البطولة التسعة دي يا كابتن ربنا اكرم يا رب ان شاء الله ربنا انت انتو عاملين حالة بصراحة في الشارع المصري استوديو عبد الناصر وعبد الناصر رابش نكلمه دلوقت يا محمي اه اضرر احنا مش عمين يكلمه خالص انا بكلمه بالتلات اربعة ساعة يا كابتن والله العظيم النهاردة جايب خروف ضياء السيد فرم امه ملاستك يا كابتن المصطفى ملاستك ملاستك خروف اللي بيكيبه كل مرة ده ملاستك لا والله خروف حلو جدا والله والله العظيم يا كابتن النهاردة كنا بنحتفل بالكابتن اشرف قاسم ده فاحنا له خروف وطلع ما بيكونش اللحمة يا الصدم لا بقول لك يا كابتن المصطفى عزين بقى عمراء او حج بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ارجع و اقول للعب ناد الزمالك ما تزعلوش القرى فيها مكسب وخسارة ان تكسبكم ناد الأهلي مرتين ناد الأهلي كسبكم النهاردة ناد الأهلي مش في احسن حالاته لكن هي دي هي دي القرى فانا مش عاوز اقول لجمهورة ناد الزمالك اشكروا اللاعبتكم اللي عملت اللي عليها ان القرى فيها مكسب وفيها خسارة مش عاوز حد يزعل دي رياضة لازم ناخد الرياضة على انها سمة جميلة ما نخسرش بعض بالعكس دي بقتي السعادة دلوقتي السعادة هي المكسب للفرق الرياضية والرياضة المصرية فيا رب كده يا رب تعود على مصر كده واحنا كلنا باحسن صحة واحسن حال يا رب مين اول واحد هنكي يا كابتن وتليفونك رن بعد ما سفر الحاكم غربال لا انا كنت اعد مع شلا هنا جماعة اصحابي هنا في الزمالك هنبش هدروك هنبش عارف اروح عرفهم عرفهم في الجراش لا يا كابتن الشوارع كلها وانا بكلمك مغلقة كل الشوارع مغلقة انا في الزمالك هوا محبوسة والناس غاتلي فوق العربية واول تليفون جالي جالي من بنتي والله يا منار ان احنا هنكسب قالتلي يا باب ان شاء الله الاهل هيكسب ربنا يا كابتن مصطفى يكرمك دايما وقبرت بخاطري وبشكرك شكرا جزيلا لا يا عمراس انت اخى عزيز بربنا يكرمك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وربنا يكرمنا سوا باذن الله يا كابتن ويوفقك في برنامجك وتكسر الدنيا انت استاذ بالنسبان وبنتعلم منك يا كابتن الخلق والاحترام والله يا كابتن ربنا خليك وانت معك نجوم كبيرة اه ربنا كلمة كبيرة ان شاء الله كده وتنجحه من نجاح لنجاح ان شاء الله شكرا جزيلا يا كابتن شكرا شكرا